الخبار dall أول الذي أعجبناه عن إنجازات اليوتيوبر ف اول اليوتيوبر الذي يدعى مهديMbariق ووصول حسابه لonna Instagram لل 600k متابع فنش الله 1000k مبروك و اقبال المليون يعرفة الحبايب ما يفرق塔 earthlyكBER أما اليوتيوبر الثاني فهو عزال زعور وصول حسابه لonna Instagram 3 مليون متابع فنش الله 11k و اقبال 10 mil و لا تنسوني حبايب رقمها بالكومنت الخبر الثاني الذي أعجبناه عن المشكلة التي حصلت لنور مار على خالد النعيمي طبعاً ما يعرف شلو اللي صاير فبالبداية خالد النعيمي هو شخص عنده تقريمة مليون 300 ألف متابع وكان بالزمنات صديق بيسان وجواني فخالد نزل على حسابه بالإنستجرام هذا المقطع اللي هو كان سكيتش دي يستهزئ بيه بنور مار وبنفس المقطع كان دي ينشر بيه محادثات بينه وبين نور مار إنه كان هو أصدقاء ولكن نور مار مقام يحكي ويا يعني وكاتب جلاد بليره هه طبعاً كالعادة كأي صداقة سوشال ميديا بس تخلص المصلحة يصير يطلق يحاول إنه يفضح صاحبه وكنا نعرف إنه أساس النور مار مرح يهتم ومرح يرد عليه قال كلين اكتبونا بالكومنتات شنو رأيكم بهذا الخبر وبس والله الخبر الثالث اللي عدنا عن أسو تهجمها على نارين بيوتي ونور ستار فأسو نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الاستوري للكات بيبيش قد أكره المشهور إنه يسوي نفسه ضحية وهو كله كذب وإدعاءات بس على موديكسة بتعاطف الناس ترحب للكذب قصير حياتي وبعدها باستوري ثاني كتبت والله عيب فهوين من الأشخاص توقعون هي تقصد سواء نارين بيوتي أو نور ستار لأن هم الاثنين نزلوا بهاي الفترة مقطع نوعاً ما كان بيستطاف أو هيك حاشي ولكن هذا الشي غلط لأنه من الواضح إنه بالاستوري هي جاي ترد على شخص أساس الحاشي عليها ومتهجم عليها لأنه كاتبة بالاستوري أتمنى تبطليني تجيبين سيرتي لأن لا أعرفك ولا تعرفيني طب رأحطوكم هذا الاستوري يشوفوه وإنتوا حاولوا نتحللوه من عادكم لا والمشكلة يعني أنت بالأخير حتينكشفين يعني بالأخير العالم حتشوف حقيقتك بالأخير العالم حتشوف تشوف تفيد بيج واني حالياً حاولت على قد عقلك طبعاً خير صراحة حاول تعرف منه تقصد ولكن لأسف ما عرفت فأتمنى من الأشخاص اللي يعرفه ويكتبونه بالكومنتات توقعاتهم الخبر الأخير اللي عدنا عن برهوم المعراوي وليش هو تارك اليوتيوب ومندي ينزل بالإنستغرام فبرهوم نزل على حسابة بالإنستغرام هذا الستوري اللي بيه كلام طويل ولكن ملخص أنه هو مريض كلش حالياً ولكن يقول إن شاء الله حيرجع بقوة اليوتيوب أقرب وقت فمعافى يا رب وكنا منتظرين للعودة القوية وبس والله هنا وصلنا إلى هذه المقطعات من المقطع جاوكم اللي تشتركوا بالقناة تشتركوا بالقناة أنا كوفيت زي مخاطة مملكة القصص وبس مع السلامة